طيب إن شاء الله المحاضرة هذه هي المحاضرة الأولى ويعني مراجعة للمحاضرة الأولى إحنا بالمحاضرة الأولى أخذنا النونو فريز وهي موجودة أيضا على اليوتيوب طبعا نشرينها يفضل أن تشوفون المحاضرة على اليوتيوب يفضل يعني حتى شوية تفهم المادة طيب فمثل ما ذكرت لكم عندنا نونو فريز اللي هي العبارة الاسمية وقلنا هي أي كلمة أو جزء أي جملة أو جزء من جملة بيها اسم فهنا عندنا الفتاة هذه اسم فنونو فريز عبارة اسمية عبارة اسمية فكل كلمة أو كل جزء من كلمة بيها عبارة عن اسم وراح نقول عليها نونو فريز إحنا نسيت أقول لكم آني هذا الفصل مادة النحو الفصل الرابع الفصل هذا يتحدث عن الناونز ETF يتحدث عن الاسم الفصل الرابع مادة النحو لأنه المرحلة الرابعة تتحدث عن الناونز تتحدث عن الاسم فكل شي راح نحكي اليوم نحكي عن الأسماء عن النونس اللي هي شكو شي بخصوص الاسم أو شكو شي خص الاسم اليوم راح نتحدث عنه في هذا موضوعنا طيب طبعا الي حبي يشترك بالدورة يقدر يتواصلوا إيانا حتى نضيفه لهذه الدورة طيب فمثل ما ذكرت لكم العبارة الاسمية أي كلمة مع اسم هذه كل عبارة اسمية طيب هس راح نجعل شن المقصود بالنون من يقدر يقل لي شن المقصود بالنون من يقدر يتفضل اسمع من عنده جواب شن المقصود بالنون كلاسي ألو شن المقصود بالنون نون تقصير هل يمكنني؟ نعم، نعم، أرجوك الأنواع المختلفة للإسم الأنواع نسميها ناون كلاسيس طيب راح ندرس طبعا بالملزمة أول اسم عدنا أول اسم عدنا طبعا اللي هو أول اسم عدنا اللي هو اللي هي اسم العلم طبعا البرابر ناونس هو أي اسم شخص أو اسم فتاة أو اسم مدينة وإلى آخره كل هذا نسميه برابر ناونس أسماء العلم كل هذا نسميه برابر ناونس اللي هي أسماء العلم طبعا قلنا أي اسم شخص أو اسم مدينة وإلى آخره مثلا أحمد نور لندن United Nations هذه كلتها ماري إيطاليا روما هذه كلتها نسميهن إحنا باللغة الإنجليزية برابر ناونس أسماء العلم هذه أول ملاحظة أول نوع ثاني نوع اللي هي الكمن ناونس اللي هي أسماء الشائعة والأسماء الشائعة هي أي كلمة باللغة الإنجليزية لها معنى يعني لها معنى بالإنجليزي ولها معنى بالعربي مثلا عندنا chair الكرسي كرسي بالعربي والإنجليزي chair dog كلب بالعربي كلب وباللغة الإنجليزية dog فهذه هي نسميها نحن باللغة الإنجليزية common nouns طبعا هذا نتعريف تعريف common nouns الحد dog أجل لكم الله وكلمة وتعريف البرابر ناونس الحد think هذا تعريف نجي إلى ثالث نوع من الأسماء وهو concrete nouns concrete nouns اللي هي الأسماء الأسماء المجردة شو المقصود بالأسماء المجردة الأسماء المجردة هي أسماء الأشخاص والأماكن والحيوانات التي يمكن لمسها أو يمكن رأيتها أي شي نقدر نشوفه أي شي موجود بالكون نقدر نشوفه ونقدر نقدر نشوفه بعيننا ونقدر نلمسه يعني نقدر نشوفه أو نقدر نلمسه راح نقول علي concrete nouns اسماء المجردة اللي هي مثلا على سبيل المثال stars النجوم النجم نقدر نشوفه فالشي نقدر نشوفه فالشي اللي نقدر نشوفه نقول علي concrete nouns مثلا عندنا على سبيل المثال مثلا عندنا المياه نقدر نلمسها ونقدر نشوفها فلذلك قلنا فالاسم اللي نقدر نشوفه او نقدر نلمسه نقول عليه وهذا هو تعريف ينحفظ نجح على اللي هي الاسماء الغير موجودة والاسماء الغير واقعية غير ملموسة هذا تعريفها تقريبا لهنا هذه الاسماء هي الاسماء التي لا يمكن رأيتها اعزائي الطالبة something that we cannot see something that cannot touch فالشي ما نقدر نلمسه بدينه فالشي ما تقدر تحس به حساس يعني مو حساس it doesn't يعني خلنا نقول علي it doesn't look like something to catch or something to see فالشي ما تقدر يشوفه مثلا sadness الحزن مثلا الكرج الشجاعة فالشي ما موجود ملموس ها فالشي غير ملموس فالشي غير ملموس اذا اي شي غير ملموس ما نقدر نلمسه نقول علي abstract nouns مثلا على سبيل المثال القوة القوة ما تقدر تلمسه القوة عند الشخص طاقة ولكن ما تقدر تلمسه التروث الحقيقة ما تقدر تلمسه الحزن ما تقدر تلمسه فهذا هو المقصود بال abstract nouns ننتقل الآن اعزائي اخواني واخواتي الطلبة الى موضوع النون classes وهو موضوع من ضمن موضوع النون classes اللي هو موضوع ال countable nouns so what's meant by countable nouns ما المقصود بال countable nouns اعزائي الطلبة اخواني واخواتي الطلبة المقصود بالاسماء المعدودة هي الاسماء التي يكون لها جمع ومفرد في اللغة الانجليزية وليس كما هو معروف سابقا اننا قد عرفنا مسبقا في السنين السابقة ان countable nouns هي الاسماء التي ان countable nouns هي الاسماء التي يمكن عدها اي يمكن حسبها حسابها يعني مثلا كلمة money لفلوس نقدر نحسبها معدود لا هذا الشي غلط الشي الصحيح اعزائي الطلبة اخواني واخواتي الطلبة الشي الصحيح ان الكلمة التي تجمع باللغة الانجليزية هي معدودة والكلمة التي لا تجمع باللغة الانجليزية هي غير معدودة فلو جئنا بوك جمعها بوكس تجمع أي كلمة تجمع باللغة الإنجليزية راح أقول عليها تجمع يعني بالكلمة مو بالشي نجعل كلمة مثلا كار إذن هاي معدودة أسأ راح أخذ لكم مثال غير معدود مثلا عدنا كلمة فود طعام فود طعام ما نقدر ما نقدر نجمعها يعني ما نقدر نقول فودس فود فود فودس ما تجمع فهذه uncountable ليش لأنها ما تجمع هذا بالنسبة للcountable nouns تعريف مالتها يحفظ لحد numbers ننتقل الآن إلى uncountable nouns وهي الأسماء الغير معدودة طبعا بالنسبة للأسماء الغير معدودة هي الأسماء التي لا يمكن عدها ولها اسم آخر هي mass nouns أو non count nouns اللي هي الأسماء التي لا يمكن عدها أو الأسماء الغير معدودة وأي كلمة أي كلمة ما لها صيغة جمع وأو مفرد نعتبرها دائما uncountable مثال عليها money سؤال عمركم حياتكم شفتوا كلمة money بصيغة الجمع شفتوا money's جواب لا أبدا ما شفنا بحياتنا money وجمعة إذن الكلمة التي لا تجمع نقول عليها uncountable غير معدودة work ما نقدر نقول works غلط rises ما نقدر نقول فهذه الكلمات أيضا كل هذه الكلمات اللي نشوفوها قدامكم هذه كلتها كلمات غير معدودة لأنها لا تمتلك صيغة الجمع وأتحدى أي طالب من عدكم يجيب لي كلمة من هذه الكلمات مجموعة مثلا الهواء أتحداك وأتحدى أي طالب وطالبة يجيب لي كلمة من هذه الكلمات باللغة الإنجليزية تجمع كل هذه الكلمات تعتبر مفرد وتعتبر صيغة واحدة لا يوجد لها صيغة مفرد وصيغة جمع لذلك اعتبرناها uncountable nouns أسماء غير معدودة طيب فلننتقل الآن إلى موضوع يسمى الكوليكاتيف ناونس الكوليكاتيف ناونس نكتب عليها ملاحظة هي مجموعة من الكلمات هي مجموعة من الأسماء أو مجموعة من الكلمات التي تدل على كمية من شيء معين سواء إذا كان عاقل أو غير عاقل إذن الكوليكاتيف ناونس هي مجموعة من الأسماء وهذه الأسماء تدل على مجموعة من شيء معين مثلا على سبيل المثال عندنا class class of students صف من الطلاب هل الصف يحتوي على مجموعة من الأشخاص نعم يحتوي إذن هذا هي اين كلمة الكلكاتف ناون class ليش لأنها تتضمن مجموعة من الأشخاص فننتقل الآن إلى مفردة أخرى وهي gang gang يعني عصابة عصابة من اللصوص فهذه أيضا دلت على مجموعة طيب بالنسبة للحيوانات على سبيل المثال عندنا flag of birds اللي هي سرب من الطيور flags of birds كلمة flag هي نقول عليها لأنها تحتوي على مجموعة وأيضا البقية نفس الحالة للأشياء عندنا الجالكسي اللي هي مجرة اللي تشمل مجموعة من النجوم وعدنا bucket أيضا يعني كل هذه الأشياء اللي تدل على اسمها فهذا اللي تحفظ يحفظ يحفظ إلي هنا التعريف مالته ويحفظ هذا الجدول وهذا الجدول وهذا الجدول ذنب تلت جداول ينحفظا وأذكر أمثلة عليهم وهذه هي أمثلة family family company أيضا نضم أجموعة من الأشخاص هذه تسمى الكوليكاتف ناونس تسمى الكوليكاتف ناونس طيب بالنسبة لي الكتاب حتى ما نكون بعيدين عن المنهج ما نقرأ بس بملزمة طبعا هذا الكتاب شوفتم مثلوا قدامكم الكاونتابل ناونس الأسماء المعدودة نفس الأشياء اللي أخذناها بالضبط ماكو شي لاكو تقديم ولاكو تأخير بس مجرد بالملزمة مرتبة المعلومات شوية وعليها أمثلة جدا جدا واضحة طيب عدنا موضوع determiners اللي هي المحددات determiners رح نأخذ المحددات هسه ورح نعرف شن المقصود بالdeterminers طبعا determiners هي شن المقصود بالdeterminers شن يقلي ما المقصود بالdeterminers لمعلوماتكم أعزانا طلبة determiners معناها مجموعة من الكلمات أو الأدوات كتبها ملاحظة يمك هي مجموعة من الكلمات أو الأدوات التي تدل على الإسم يعني ما تجي غير ويا الإسم المحددات هي مجموعة من الكلمات التي لا تأتي إلا مع الإسم يعني من عند وجودها فأننا نعني وجود إسم طيب ليش ذكرناها ليش داني تحدث عنها لأنه إحنا داني نحكي عن الأسماء فهذه تجوية الأسماء لازم نشرحها إحنا موضوع الفصل مالتنا عن الناونس عن الأسماء لذلك أعزانا طلبة فراح اليوم نحكي عن كون هي جزء من الأسماء كون وجودها معناها وجود الأسماء والأسماء منقدر نلقاها بوجود ذولة باستحيل يعني نادرا ما ألقى إسم بدون واحد منها ذولة كل هذه الموجودات هنا أخذناها مننا فعند وجود هذه الكلمات أو الأدوات هذا يعني أن هذه الكلمات ناونس أسماء يعني وجودهم بمعنى وجود الأسماء طيب عرفنا شنو معنى determiners وقلنا هي كلمات تدل على وجود اسم وعرفنا أنه الاسم ما يقدر منقدر يكون عندنا اسم بدونهم طيب هسا قد ننتقل إلى أخرى شغلة أخرى وهي determiners من هي determiners من هي المحددات طبعا determiners المحددات أولا هي الأ والآن والذ من أشوف معناها عندي determiners أسماء الإشارة أسماء الإشارة أيضا determiners إذن أباوح على هذا الجملة مالتي أباوح على واحدة من هذول الأربعة أقول هذول demonstrative أسماء الإشارة واللي هما نعتبرهم determiners وهذول ما نقدر ما نقدر نلقاهم بالجملة بدون اسم يعني ذول وجودهم مع الاسم حصرا أيضا ضمائر تملك الماي والإز والأور هذا نوكل determiners العقام كل ذول نعتبرهم determiners هذا بالنسبة كل ما المقصود بال determiners توقع شوية المادة معقدة فأنا سويت مراجع للمحاضرة السابقة نتوقف هنا إن شاء الله اليوم شوية